يبدو ان الحرب ستطول اكذا تقول المعطيات نظرا لتباين المواقف بين قوى المجتمع الدولي المنقسمة بشأن ايقاف الحرب في اليمن في الجلسة التي عقدها مجلس الامن فشلت بريطانيا في انتزاع قرار بايقاف الحرب بعد رفض هولندا والسويد والبيرو لمسودة القرار البريطاني الذي اعدته المملكة المتحدة واقترحته الصين بشأن اليمن الدول الثلاث بررت معارضتها للقرار بانه لا يتطرق الى المسائل التي تثير قلقها وتتعلق بالازمة الانسانية وقالت الدول الثلاث في رسالة الكترونية الى المجلس انها تشعر بان الوضع الحاري يقتضي تبني قرار يمنح المبعوث الخاص ومكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة الدعم اللازم لاتخاذ خطوة لانهاء النزاع في اليمن لكنها لم توضح كيف يمكن ايقاف الحرب وما الذي ينبغي ان يقوم به جريفث في هذا الصدد من جهته جدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريتش دعوته جميع الاطراف المعنية بالصراع في اليمن الى الوقف الفوري للقتال جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة الذي قال ايضا ان الاتصالات جارية مع كافة الاطراف وعلى كافة المستويات من اجل الوقف الفوري للقتال الذي شهد تصعيدا كبيرا في اليومين الماضيين بضيفا ان الامم المتحدة تشعر بقلق عميق اذا اتصاعد الصراع وحدوث اي تعطيل لعمليات الموانه لكن مراقبين يقولون ان الامر مرتبط اولا بالحوثيين الانقلابيين واستعدادهم الحقيقي لاحترام حاجة الشعب اليمني للسلام بالاستجابة للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار الفين ومائتين وستة عشر اشتركوا في القناة